اشتركوا في القناة او حرقه والمهم في النهاية تخليص الانسان وشفاؤه برحمة الله الرحيم الرحمن ومن هذه السور الفاتحة والبقرة وسورة الاخلاص والكافرون والفلق ويونس والنور وياسين ولعل الله عز وجل ان يكتب بها الخلاص من هذا الشقاء ورد ان فضل سورة البقرة على حياة العباد عظيم وهي تعد من افضل ما يمكن للعبد المسلم تحصين نفسه وبيته واهله به من خلال المداومة على قراءتها والاستماع اليها وحفظها ومراجعتها وتلاوتها وخاصة بعضا من آياتها ذات الاثر في الوقاية من شرور الشيطان وغوايته وقد ورد الدليل على ذلك فيما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قيل عن سورة البقرة انها الكافية الحافظة اذ ان قراءة آية الكرسي تحفظ العبد برحمة الله وفضله تحفظه من شرور كل من الانس والجن روى ابو هريرة رضي الله عنه ان الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم قال اذا اويت الى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى اذا نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهم وترك ما سواهما والمعوذتان هما سورة الورتين في القرآن الكريم في المصحف وسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن سورة يونس وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ومن سورة النور يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ومن سورة ياسين يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسورة الكافرون قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه فالإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقي نفسه كل ذلك مطلوب مشروع ومن أهم الرقية أن يرقي الإنسان نفسه بالفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وسورة البقرة عامة هذا من أفضل الرقية وكذا إذا قرأ الفاتحة كررها سبعا وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يكررها ثلاثا كما كان يفعل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه عند النوم بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأها في يديه ثلاث مرات يمسح بهما ما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم فاللهم احفظنا بالقرآن وبالدعاء والذكر والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أت لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر